ومكناز اشتاقت للملتقى الدولي للفلاح بعد غياب تقريبا ثلاث سنوات إلى أربعة ثلاث نسخ ألغيت من هذا الملتقى ولكن عادوا والعودوا أحمدوا كما يقال بلغة الأرقام نتحدث عن أن الملتقى يترقب أكثر من مليون زائر بزيادة تتفوق ربما 150 ألف عما كان عليه الحال في آخر النسخة نتحدث عن أكثر من 60 بلد ممثلين بأكثر من 30 وزير للفلاحة نتحدث عن منصة خاصة كم فلاحية كم فلاحية لهو المنتدى اليوم في التصنيفات فاق منتدى حتى باريس اليوم بلغة الأرقام بكل الانتظارات بكل ما يتم من مناظرات وندوات بالعارضين بأمور كثيرة جدا يعني بشكل عام هذه المحطة الهامة في وقت حساس وقت فيه الأمن الغذائي على المحك نحن اليوم جئنا بعد فترة الجائحة وبعد هذه الأزمة التضحومية وبعد كل هذه الأسئلة المرتبطة بالإترابات المناخية يأتي اليوم الملتقى الدولي لفلاحة بمكناس ليحاول الإجابة على مجموعة من التساؤلات أنت تحدثت عن العارضين وهذا شيء جيد تحدثت عن عدد الزوار وهذا شيء جيد ولكن الهم من ذلك أن هذا الملتقى هو ملتقى للنقاش والحوار وتبادل الآراء بين مختلف المشاركين ومختلف الدول اليوم أنا بالنسبة لي أن ما يهم اليوم في هذه الملتقيات هو هذا النقاش هذه المناظرات والخلاصات التي تخرج أو تتمخض عنها إذن اليوم في مكناس أظن أن اليوم هذه المناسبة قد تشكل فرصة لتبادل التجارب خاصة أن المملكة المغربية اليوم هي أيضا ركبت مجموعة من تجارب في مواجهة أطار الجفاف بالرغم مما أيضا نعانيه من مشاكل في هذه الخطأ ولكن على الأقل نحن طورنا مجموعة من الإجابات للتغيرات المناخية يمكن أن يتم تعميمها على عدد كبير من الدول بما فيها الدول الإفريقية وأظن أن اليوم هذا الملتقى هو منصة من أجل كذلك الترويج والتصويق للتجربة المغربية